اشتركوا في القناة وكنيته جبلة ابو المنذر هو ملك نصارى العرب جبلة ابن الايهم ابن جبلة ابن الحارث ابن ابي شمر واسمه المنذر ابن الحارث شهد يرموك مع الروم ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم اسلم بعد ذلك في ايام عمر فلما بلغ عمر اسلامه ثم بعث يستدعيه ليراه بالمدينة وقيل بل استأذنه جبلة في القدوم عليه فاذن له فركب في خلق كثير من قومه فلما سلم على عمر رحب به عمر وادنى مجلسه وشهد الحج مع عمر في هذه السنة فبينما هو يطوف بالكعبة اذ وطئ ازاره رجل من بني فزارة فانحل فرفع جبلة يده فهشم انفذلك الرجل فاستعدى عليه الفزاري الى عمر ومعه خلق كثير من بني فزارة فاستحضره عمر فاعترف جبلة اقتص منه فقال كيف وانا ملك وهو سوق فقال عمر ان الاسلام جمعك وياه فلست تفضله الا بالتقوى فقال جبلة قد كنت اظن ان اكون في الاسلام اعز مني في الجاهلية فقال عمر دع ذا عنك فانك ان لم ترضي الرجل اقتصصت له منك فقال اذا اتنصر فقال ان تنصرت ضربت عنقك فلما رأى الجد قال سانظر في امر هذه الليلة فانصرف من عند عمر فلمد لهم الليل ركب في قومه ومن اطاعه فسار معه الى الشام ثم دخل بلاد الروم ودخل على هرقل في مدينة القسطنطينية فرحب به هرقل واقطعه بلادا كثيرة واجرى عليه ارزاقا جزيلة واهدى اليه هدايا جميلة وجعله من سماره فمكث عنده دهرا ثم ان عمر كتب كتابا الى هرقل مع رجل يقال له جتامة بن مساحق فلما بلغ هرقل كتاب عمر ابن الخطاب قال لجتامة هل لقيت ابن عمك جبلة فقال لا قال فلقي فذكر جتامة اجتماعه به وما هو فيه من النعمة والسرور والحبور الدنيوي وحواليه الحسان من الخدم والقيان ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي تعوض بها عن دار الاسلام وذكر انه دعاه الى الاسلام والعودة الى الشام فقال جبلة ابعد ما كان مني من الارتداد فقال نعم ان الاشعث بن قيس ارتد وقاتلهم بالسيوف ثم لما رجع الى الحق قبل منه وزوجه الصديق باخته ام فروة فالتهى عنه بالطعام والشراب وعرض على جثامة الخمر فابى عليه وشرب جبلة من الخمر شيئا كثيرا حتى سكر ثم امر جواريه المغنيات فغنينه بالعيدان من قول حسان يمدح بني عمه من غسان ثم سكت طويلا ثم قال لهن ابكيني فوضعنا عيدانهن ونكسنا رؤوسهن وقل تنصرت الاشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني فيها اللجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور فياليت امي لم تلدني وليتني رجعت الى القول الذي قاله عمر وياليتني ارعى المخاض بقفرة وكنت اسيرا في ربيعة او مضر وياليتني بالشام ادنى معيشة اجالس قومي ذاهب السمع والبصر ادين بما دان به من شريعة وقد يصير العود وقد يصبر العود الكبير على الدبر فلما قدم جذهامة على عمر واخبره خبره قال عمر ورأيته يشرب الخمر قال نعم قال ابعده الله تعجل فانية بباقية فما ربحت تجارته